اشتركوا في القناة بعد جلسات عدة اليوم بان انتهت هاد القاضية بالمرافعة دينا لفائدة الموكي ديناسي محمد وسبراهيم فاكدنا على ان بالفعل بان هاد المتهمين ديناب الحالي الكانين لا علاقة لهم بقناة بلا حدود وما كان احتشي دليل مادي ملموس تأكد بانه بالفعل هاد القانا راهما صادر عليهم او بانهم المسيرين دينا ما كانش الالي المادي الضابطة القضائية لم تصفر يعني في البحث دينا ما عطتنا حتى واحد النتيجة تتأكدنا بالفعل بان هاد الناس المقبوطين رام صحاب القانا دينا بلا حدود كان مجرد هناك شكوك كان مجرد يعني قرائم بسيطة تفسروا حلي صالح المتهمين ويسا ضد المتهمين فكنت اتمنى بان من الفرقة الوطنية المحترمة بانه جيبنا غي دليل مادي تقولنا بان هاد الاتسنس هاد دينا بسيبراهيم بانه مرتابط بالقانا دينا بلا حدود بسأله بسيطة او جيبنا لكونت او مجرد الحساب الالكتروني او الجيماي دينا هاد السي محمد هل بالفعل بانه عنده علاقة بلا حدود ام لا فكانت بان الخبرة تكون تقنية اكتر واكتر 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 ولكن يعني هذا ان لا على شيء فانما يدل بالفعل بان هناك احتمال هناك شكوك وهاد الشكوك تفسروا لي صالح الممكنين دينا بحاليا الاعتبار بانه معنى متشع على قبقات بلا حدود وشركين فكان دفوع الحمد لله كان دفوع جدية تشكر من هذا المنبر سيعة الصدر دي السيد الرئيس المحترام بانه كان ادا صائغة صفضنا كثيرا في مرافعتنا ادلينا بدلونا كثيرا اعطينا مجموع عادي الوجوه الدفاع وتتمنى ان شاء الله بحول الله الحكم لله واحد القهار والحكم المحكمة يوم الخامس ان شاء الله بحول الله بقم الله الرحمن الرحيم الجسد عادي يلا وما كان هناك واحد المشدات ما بين الدفاع الطرف المدني ودفاع المتهم وكان عندنا بعد استنفاذ الدفاع الطرف المتهم المرافعة يلا وكان عندنا حق الرغب التي ضمننا القانون المحكمة اعطتنا الكلمة وفعلا رضينا عليهم في اطار القانون وفي اطار النقاط التي تمس بالموكي اللي كان دافع لهم وهذا حق مشروع والمحكمة بل يبقى ان القضية صفي جاهزة حجزة التأمل في الجسد الخامس المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم وانا لا اسمي الاشياء بمسمياتها ولكن المحكمة المقارمة مدام ان تستبعد الامور نحن لا يمكن ان نقول الا ما تطلبوا المحكمة منها هذا ما يكون انا لو اسمي اي شخص بتسمي ديالو ولكن اي انا باعتبار دفاع التزم الحياد ارتبط ارتباطا وثيقا بوتائق وملابسات ديال الميلف اللي عندي انا لا انا لا انا لا انا نحازو الى اي طرف اللهم اذا كانت اذا كان هناك بعض الاشريطة او بعض الوسائل ديالاتبات تساعدوا في تنوير القضية ويطنوير المحكمة لهذا السبب تدخلت ولكن الحمد لله انا التزم الحياد ليس لي اي مصلحة او اي عدى او اي شيء مع اي كان الحمد لله ألتزموا الحياد وأنا صادق فيما أقول الميلف تحجز المداولة الجسد الخميس المقبلة يكون نطق بالحكم تقدمنا بدفوعات دينا ناقشنا الميلف يعني داس الأجواء ممتازة أخذينا حقنا في الدفاع ناقشنا الأمور بكل أرياحيات دلينا بجموعة الوطائق وكنتمنى وخير إن شاء الله من الضور دينا قمنا بها الأستاذ النوري أحسن قيام تمنى إن شاء الله بأن الحكم يكون صالحنا إن شاء الله الخميس المقبل بريع أنا متأكد بأنه بريع متأكد وغادي ندفعوا لي إلى آخر رمق إلى آخر رمق كل شي على ما يرام يعني أجواء رائعة وممتازة لما بين زمالة لما بين السيد الرئيس كي يصير الجلسة بوحدة احترافية كذلك الناس كاملين كانوا نستماع الجميع لكل أدلة بيدلوية يعني المحاكمة العادي الأجواء المحاكمة العادي لكننا حاضر فيها ممكن دائما الحالة نفسية دينا ممتازة مرتاح لأنه عارف رأسه بأنه على حق وبأنه يدافع عن حقه وبكل شراسة وإن شاء الله سوف ينتبتوا لبراءة دياله وإحنا دائما مقتنعون لا غسل الأموال وذلك شي صافي عفا عنه الزمان ذلك الموضوع في الجلسة السابقة صافي المحكامة رأتت الحكم ديالها ممكن لا غسل الأموال لا تبيض الأموال لا بتزاز هذا شيء كالاستهلاك الإعلامي ليس إلا وبأن هذا شيء ما كانش نهائيا كنوا على يقين المسألة مسألة تشهير ومسألة ديالدك شي ليه